اشتركوا في القناة الامن الجماعي ومكافحة الارهاب لكل من يسعى الى تهديد السلم والامن الدوليين وشهدت اللقاءات نقاشات موسعة حول دور المؤسسات الفكرية والبحثية في تعزيز الاستراتيجيات الامنية والسياسات الاقليمية والدولية وعلاقات التحالف بين المملكتين واكد انه بفضل القيادة الرشيدة نجحت في ادارة عملية الاصلاح المالي والتطوير الاقتصادي والتقني وتعزيز التنافسية وريادة الاعمال وحققت نجاحات وانجازات رائدة ومشهودة